اذهب الى قواعد الوحدة الثانية ونبدأها بالنقطة العاشرة نحن نحب افعال الحب افعال الرغبة لاحظ ذنني افعال الحب والرغبة ذنني دائما يجي بعد الفعل شبيه منو اللي بي انجي هذا نحن نحب كامبينغ التخيم بالقرب من دي بيتش اللي هو الشاطئ عزيزي الطالب لاحظوا ببساطة افعال الحب والرغبة لازم يجي وراه فعل شبيه نجي ان من نجي للي بعدها طبعا هذا ايضا الوحدة الثانية عزيزي الطالب يا موضوع موضوع البرفرنس اللي هو التفضيل واني جايبة بهاي الطريقة حتى قلك ركز هنا عندك لايك وهنا عندك لايك لاحظ لاحظ الافكار اللي اجيب لك يا هاني اثنينات تنبيه اللايك هنا اختيارك to go وهنا اختيارك لا فعل باينجي هاي شون استاذ اختلفني ليش اتشي اثنينات لا لا انتبه انتبه اختلاف تشبير كلش كلش اللي هو الويد لاحظ اذا اجدت الويد هاي ويد ترى مختصرها هذه ويد اوكي مختصرها او خليها ببالك اذا اجدت دي قبل اللايك ايد لايك ايد لاف وديو لايك لازم تاخد to وفعل مجرد عزيزي الطالب ذني هذا كلش تركز علي مهم جدا جدا هذا اكو صندوق بي بالوحدة الثانية مهم عندك اول نوعية اللي بيه اللايك ايد لايك ايد لاف وديو لايك ذني مهات to go بعدها عندك why not والليتس والآيد راذر ذني شي اخذ نقو وعندك الشيخة الhow ابا وتاخذ going فاته تاخذ يعني فعل بآي انجي فاته هذا كلش مهم الصندوق عزيزي الطالب اما مقارنة هاي وهاي هاي اذا ما بيها دي تاخذ آي انجي اما اذا بيها دي لا تاخذ to go فخليها ببالك يعني انت عصفورين في حجر نجي للثنعاش ايد راذر شوف ايد راذر صح بيها ايد هنا لكن راذر اذا ما هات اللايك ناخذ to go اما ايد راذر تاخذ فعل مجرد ويني هذا واتش زين استاذ واذا اجاب لي how about لا الhow about شي اخي هاي وحد اش تاخذ آي انجي فاتخليها ببالك عزيزي الطالب هاي ويني هاي ويني جايب همام خليك يا استاذ علي هاي how about الشي اخي اش تاخذ تاخذ آي انجي باختصار شديد حتى ما ادعو خلك واضحات الفكرة اذا عندك امهات الحب like i'd like i'd love would you like ياخذ to وفعل مجرد عندك i'd rather اللي هو i'd rather والlets والواي نوت هذني شياخ ذن watch يعني عندك ثلاث مجامع والمجموعة الاخيرة اللي وحدي شياخه طبعا انا السهلة شياخه لان وحدي ولان تاخذ اي انجي ايضا وحدي فالتركز على ذني مهمات جدا جدا اروح انياك على 14 اللي هو المضارع البسيط المضارع البسيط مواضيع مهمة جدا جدا بلو الوحدة الثانية سارة HELP لو HELPS لو HELP HER MOTHER everyday زين استاذ هسا ات اول ما شفتك مضارع بسيط اتبو المادة تعرف في ايجليز وتعرف كل شي زين احنا اشتون نعرف ايه ابوي اتهم تعرف لازم شون لاحظ عندك everyday هذا ظرف زمان يخص يا زمن ها استاذ ايه والله صح هذا يخص المضارع البسيط جيد وممتاز نجانياك نرجع ونتفاهم عندك سارة مفرد لازم الفعل اللي بعدها يحتوي على اس الشخص الثالث صح لا مصح وين اللي يحتوي على اس الشخص الثالث هذا اذا جوابك هذا باختصار شديد حتى ماذا اوخذ بعدها اروحانياك على السؤال اللي هو 15 هل انت تحب الافلام طبعا ياس 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 كلنا احنا نحب الافلام كلش حلوات نجانياك نجاوب منو منعتين شوف هنا قايل ياس هاي بيهيس هاي بيهيس هاي بيهيس زين استاذ واذا قال نو هنا ايضا نخيلك نو 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 ثلاثة مشتركات ننجي اي ام يه هي داز اي دو زين استاذ منو نجانياك نجي لحنا واحدة واحدة نجي واحدة واحدة شنو الفعل المساعد اللي موجود هنا دو اذا هذا الجواب الصح وضحت فكرة هذا باختصار شديد هذا الجواب الصح بعد زين اقول لك استاذ احنا مو قلنا الفاعل بالجواب القصير ينزل اي ما عادة اليو اليو مني يريد ينزل بالجواب القصير شي يصير يصير اي لاحظ حتى تحكي عن روحك اذا اليو اش تتحول الى اي انتبه لي بتجواب القصير المن للفعل المساعد شوفه وين هذا وينه وضحت الفكرة زين استاذ الاي منين يجي تي ايجي تمنين من اليو لازم زين استاذ ليش هاي خطأ اول شي عندك فعل مساعد مختلف اللي هو داز ما عارف منين جايبه ثاني شي عندك الفاعل اللي اليو مني حولها لازم اصير اي هنا عندك اذا هذا خطأ نيجي لها الام ما ادري مني انجايبها اوضحت الفكرة اما الاي لا الاي صحيح لازم اليو مني حولها الى اي اللي خلاها خطأ ومن هو الام ليش استاذ ام لانان عندي دو لازم يشوف ان دو صح فهذا بالنسبة الى ستة اخمسطعش الروحانيك ستة عشر ولو تلاحظ ستة عشر اي واشت انا شاهدت ابورين فيلم اللي هو فيلم ممل يستردي ناو لو تمورو واضحة جدا واضحة تعال ليش شوف زمن الجملة شنو وان الفعل الرئيسي اهذا الفعل شبي بي ايدي بما انه بي ايدي اذا ماضي بسيط زين اوكي شن المطلوب من عندي المطلوب من عندي اختاري اما يستردي ادل على الزمن الماضي اما ناو ادل على الحاضر اللي هو المستمر يا اما تمورو اللي ادل على المستقبل زين جملت بياه زمن بالماضي البسيط وان ها اللي ادل على الماضي هذا باختصار شديد فانت خليها ببالك اذا تريد تعرف زمن جملة من خلال اما الفعل الرئيسي بي ايدي او فعل رئيسي بصورة عامة او ظروف الزمان يعني فعل الرئيسي وظرف الزمان هسا هاذي 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 هاي اللي هي 14 شون اعرفها انه هي عرفتها انه هي مضارع بسيط الفعل بي اس لان الفاعل مفرد هذا واحد ومن خلال ظرف الزمان افري داي فاني اش ارده اقلك ارده اقلك بتريد تميز زمن الجملة من خلال فعل رئيسي ومن خلال ظرف زمان يعني بعد اشياء ساوي لك اكثر من هذا نجي 17 جمال جمال از بي ووز ان طبعا لحد الهن انا كو شوف باو عليه نجي الهن هاذا الاز والوز منو اصلهن حتى لحد الهن افاهمك شين شغلهن هاذا الاز والوز اصلهن بي البي من حوله للمضارع شطيني از من حوله للماضي شطيني يطيني ووز حتى تكون على بينه زين استاذه هو البي نفسه هو مجرد ما بي زمن خالي من اي اضافة يعني ما اقدر لا حسبه ماضي لا اقدر احسبه مستقبل لا اقدر احسبه مجرد خالي من اي اضافة فاتخليها ببالك عز الطالب هذا مجرد زين استاذ اردى حوله للمضارع يصير از لو ار لو عم اردى حوله للماضي يصير ووز وزين استاذ هسه منو اختار خلنروح نكمل الجمله وبعدين نختار ان في the south of iraq في جنوب العراق two months ago شهرين مضان يعني بما انو اقعد يا زمن الزمن الماضي منو من هذن الثلاثة يدلع الماضي الوز هذا اختيارك يا بطل وتجيك بعض الاحيان طريقة اخرى يجيب لك البي بين قوسيا ويطيك ago يطيك yesterday يطيك مثلا last month الشهر الماضي يطيك فتشي يدلعزم الماضي يقولك يلا هذا البي حول ليال الماضي انت تحولي اما ووز اما وير اذا كان الفاعل مفرد مثل جمال اخلي ووز اما اذا جمعش اخلي وير فتخليها ببالك عزيزي الطالب 18 طبعا عزيزي الطالب هذا اخر سؤال موجود بالوحدة الثانية عزيزي الطالب ولو تلاحظ 18 طبعا عزيزي الطالب قبل شوية قلت لك هاي ويد لحظ هبني ويد هاي الويد من اختصرها شتطيني انت الطيني هاي لحظ اختصار الويد فانتبه لها 18 طبعا عزيزي الطالب ويد يو لايك هاما امهات الحب لازم انت ياخذن تو وفعل اذا وين هتو الفعل هاي فأنت باختصار شديد هتشي زينستاذ هاي الجملة انت مش رحت انها مثلها هنا حتى فهمك هاي الديمنيا وحتى ارجع لك اقل لك انتبه امهات الحب تو وفعل مجرد اما شيخة ing اللي هي الhow about I'd rather will let's والwhy not فعل شنوى مجرد يا بطل